وبعد ما خلصنا الصدر الجميل بتاعنا اهو اشتغلنا هنا كام بعد ما قفلنا بعد ما قفلنا تحت الباط هنا بالشكل ده اشتغلنا كام واحد واحد قبله شبكنا والتاني والتالتي يبقى دول تلاتة تمام وقادي الشكل عندي وقادي الظهر بتاعي هوريكو ازاي هنعمل المعد ونقفله وده الشكل بتاعي خلاص هنبدأ بعد كده بقى شكل الجيب اللي هيبقى تحت هنشوف هيبقى شكله ازاي وهنمشي بيه ازاي تمام انا بعد ما خلصته السطور بتاعتي وقفلت لسطر بتاعي هطلع واحد اتنين تلاتة هدخل في العمود اللي بعده على طول وهاخد عمود يبقى انا عملت عمودين متتالين هاخد سلسلة واسيب عمود وهدخل في اللي بعده ااخد عمود وفي اللي بعده عمود يبقى انا بعمل مجموعات اتنين اسيب سلسلة واعمل اتنين اسيب سلسلة واسيب هنا عمود وادخل في اللي بعده وهاخد واحد وفي اللي بعده على طول كمان واحد اهو يبقى عملنا كده كم مجموعة تلات مجموعات اجعى بعد كده واحد اتنين تلاتة أربعة وبعدين اسيب عمود وادخل هنا في اللي بعده اعمل عمود يبقى أنا سبت هنا كام أربع سلاسل مش سلسلة أنا سبت أربعة هرجع أعمل كمان مجموعاته هادي المجموعة اللي فيها عمودين سلسلة أسيب عمود وأدخل في اللي بعده واحد اتنين عمودين سلسلة أسيب ده وأدخل في اللي بعده أعمل عمود واللي بعدها كمان عمود عملنا كام مجموعة هنا واحد اتنين تلات يبقى المجموعة اللي جاية هتبقى أربع سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة هسيب عمود وادخل في اللي بعده أبدأ بقى أعمل مجموعات تانية يعني عمودين وراء بعض هم سلسلة واسيب عمود وادخل في اللي بعده أعمل عمودين هم تمام كمان سلسلة أسيب عمود وبعدين هاخد عمودين واحد اتنين أرجع أعمل أربع سلاسل واحد اتنين تلاتة أربع أسيب عمود برضو واحد بس وارجع أكمل خلاص فهمنا ازاي أكمل السطر كله بنفس الطريقة تمام عمودين أسيب سلسلة هنا وعمود عمودين سلسلة هنا وعمود تحتها وبعدين أربع سلاسل أعمل كمان تلات مجموعات أهو وبعدين أربع سلاسل وهكذا تلات مجموعات وبعدين أربع سلاسل اكمل السطر كله بالطريقة دي وارجعلكم